يا مساء الخير يا مساء الفل على كل اللي بيشوفونا وبيتابع برنامجنا يحكى أنا على شاشة القناة الأولى مفيش أجمل في الدنيا من العطاء العطاء في حد ذاته ده جمال مش أي حد يعرفه إنك تكون إنسان بتعرف تدي وده معناه إن انت بتفكر في كل الناس اللي حواليك وشايل همهم وعايز تسعدهم يعني دايماً الشخصية المعطاءة دي أنا بفكر في بابايا وفي مامتي وفي أولادي وفي أخواتي وفي صحابي وفي كل اللي حواليه دايماً الشخص المعطاء ده بيحرق نفسه كده عشان يسعد كل اللي حواليه وده شخص معطاء لكن خد بالك بقى اوعي يكون العطاء ده على حساب نفسك أو على حساب نفسك ورحتك وحقوقك يعني في الآخر ما تلاقيش تقدير وتقولي أنا يا مضحيته في الآخر ما حدش حس بيا وعشان كده قبل ما ندي بزيادة في حياتنا ونضحي لازم نفتكر البوست الشهير اللي دايماً بنقرأ على السوشيال ميديا لما تركب قطر التضحيات ها هتلاقي آخر محطة اسمها محدش طلب منك